اشتركوا في القناة يوصون به دائما ألا وهو الدعاء صاحب الفضل نريد أن نقف مع فضله مع آدابه مع أيضا الحث عليه في القرآن وفي السنة لفظة الدعاء يا شيخ تكررت كثيرا في القرآن حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم على المشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فالدعاء له منزلة كبرى في حياة الإنسان لا غنى به عن أن يسأل الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحبيد ولما كانت هذه حال الإنسان أنه فقير مهما بلغ في قدرته وما مكنه الله تعالى منه من الأسباب وما أتاه من القدرات إلا أنه لا يخرج عن كونه إلى الله فقير وهذا الفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك عنه فإذا كان الأمر على هذا النحو وأن الإنسان فقير فقرا أصيلا وفقرا لا ينفك عنه في جميع حواله في غناء في فقره في صحته في مرضه في صغره في كبره في خاصة نفسه في شأنه العام كان الدعاء من الضرورات التي لا يستغنى على الإنسان ومن رحمة الرحيم الرحمن جل في علا أن جعل الدعاء الذي الإنسان مضطر إليه ولا ينفك عنه وهو في كل لحظة محتاج إليه جعل الله تعالى الدعاء عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير في الترمذي ومن فضل الله تعالى الرتب على ترك الدعاء العقوبة مع أنه جل في علا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يبلغه نفعهم فيعباده إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنما ينتفع الإنسان في عمله عودوا نفعه إلى نفسه يقول الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه قال الله جل في علا وقال ربكم ادعوني أستجل لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهل مداخرين فإذا كانت هذه منزلة الدعاء من حيث مراتب العبودية ومنزلة الدعاء من حيث ضرورة الإنسان له كان الدعاء مما ينبغي أن لا يتركه الإنسان في كل أحواله ولهذا هو سلاح كل مؤمن وليس فقط سلاح ذوي الحاجات لأنه لا يغتلل الإنسان مهما كان فلكل إنسان مهما بلغ من القدرة والقوة والمكان لا بد له من حاجة كل من لقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن فلا أحد يخرج من حاجة مهما كان في ظاهره أنه يعني مكتمل العطاء لا بد أن يكون هناك حاجة تأعلمها الناس أو تخفى عنهم لذلك أقول شعورنا بضورتنا إلى سؤال الله تعالى شعورنا بالأجر المرتب على هذا الدعاء يجعلنا نلزم هذه العبادة ونتحرى فيها ما يكون سببا لحصول الجواب والداع السائل الذي يطرق باب الله جل في علاه لا يعود منه إلا بخير فإنه كريم حي سبحانه وبحمد الأن لما تذهب لو قبلت شريفا أو كبيرا أو صاحب أموال طائلة وقلت وعطني فإنه يستحي أن لا يعطيك يستحي أن لا يعطيك وهو بشر مع أنه مجبول على الإمساك قل لو كنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذن لا أمسكتم خشية الإمساك هذا حال الإنسان يستحي أن يردك فكيف والمسؤول هو الله الحي والكريم سبحانه وبحمده الذي بلغ في القدرة والغنى ما قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيء هذا الكرم العظيم والقدرة الكبيرة تطمع النفوس المؤمنة الصادقة في أعطاء الله عز وجل وأنه لن يعود من الله تعالى إلا بخير إذا صدق في الأقوال عليه لذلك محروم من ينصرف عن الدعاء ويغفل عنه ويغفل عن هذا الباب تجد الناس يبعون حوائجهم بين يده الخلق ويتركون هذا الباب العظيم الذي لا يعود منه الإنسان إلا بخير في كل أحواله فإنه إما أن يجاب إلى سؤاله وإما أن يصرف عنه من السوء والشر مثل ما سأل وإما أن يدخلها له في الآخر فهو في خير في كل أحواله وفي كل صور سؤاله لله عز وجل لذلك أنا أدعو نفسي وأخواني في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الفضيلة أن نجتهد في وضع حوائجنا بين يدي الصمت الذي تقضى من قبله الحوائج سبحانه وبحمده فهو على كل شيء قدير ندعو الله ونحسن الظن به ندعو الله موقنين بالإجابة لأنه الغني والكريم الحميد المجيد الحيي سبحانه وبحمده ندعو الله عز وجل ونحن ممتلئة قلوبنا محبة وتعظيما لهذا الرب ومن دعو الله موقنا بالإجابة فإن الله لا يخيبه ولا ينبغي أن يستعظم الإنسان ما يسأل الله جل وعلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت بل ليعزم المسألة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه فمهما كان السؤال عظيما فالله أعظم ومهما كان السؤال كثيرا كبيرا فالله أكثر وأكبر جل في علا فلذلك لنصدق الإقبال على الله ولا نحمل هم الإجابة فأوض الأمر إلى الله إنما أحمل هم صدق الرغبة والسؤال والطلب عند ذلك ستجد خيرا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من فضله في هذه الأيام المباركة وأن يجعلنا ممن يقبل دعاؤه تصلح حاله وتستقيم أموره وأن يجعلنا ممن يفوز بليلة القدر إيمانا واحتسابا ويفوز بالأجر العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى أحمدنا أحسن الله لكم ورجزاكم خيرا أحسن الله لكم